اهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التعطية العاجلة ومتابعتنا المستمرة لآخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة وآخر التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السودانية السيدة مريم الصادق المهدي قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعي وأشارت إلى أننا في زمن المعلومة لا تغييب فيه وأن السودان ظل طيلة هذه المفاوضات ظل داعما لبناء السد الذي فيه الكثير من الفوائد للدول الثلاث حسب تصريحاتها وذلك في حالة واحدة إذا تم البناء بالتوافق مشيرة إلى أن الأنهار الدولية ليست قاصرة على نهر نيل فقط وهناك مرجعيات قانونية واتفاقات دولية تحكم في هذه الأمور وبالنسبة للظروف التي تمر بها إثيوبيا من انشقاقات وصراعات داخلية واستقطابات سياسية تسعى أن تستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار وذلك لأنها تريد تحقيق مكاسب سياسية للانتخابات القادمة المتوقع إجراؤها في يونيو القادم وتحاول أيضا أن تصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية وتوحد الجبهة الداخلية نظرا بالتأكيد لأهمية السد لدى المواطن الإثيوبي العادي الذي دفع من ماله من أجل بناء هذا السد وبالتالي ما تقوم بها إثيوبيا من محاولات عقيمة تقوم على إرسال رسائل غير صحيحة وتغيير للوقائع وما تم فيه كنشاسة مؤخرا كانت عنوتا إثيوبيا وقصدا واضحا ليس فقط في رفض المقترقات البناء التي تقدم بها السودان ودعمته مصر إنما أيضا محاولات للاستفزاز للدولتين ومن بعدها جاءت تصريحات مؤسفة من وزير الرأي الإثيوبي يقول فيها إن مصر والسودان رفضت وجود جنوب السودان في المفاوضات وأن مصر والسودان لا يحترمان الدول الإفريقية وهذا الحديث الذي يدل على أن هناك محاولة إثيوبية مباشرة لخلق الفتن ما بين الدول الإفريقية هذا حسب تصريقات وزيرة الخارجية السودانية وأضافت أيضا وزيرة الخارجية السودانية أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة وأن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعما لبناء السد بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف وذلك عبر إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم وأضحت أيضا أنه تم العمل خلال الفترة الماضية بمجهودات قثيثة العمل على تسهيل الأمور بكل مجدي ولم يحدث لذلك تم توجيه دعوة من رئيس الوزراء السودانية عبدالله حمدوك لرؤساء وزرات مصر وإثيوبيا وحتى الآن لم تصلنا ردود للحوار المباشر من إثيوبيا وأشارت أيضا إلى أن هناك تنصيق مباشر مع مصر وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أنه قبل أن نمضي لمجلس الأمن لأنه يهدد الأمن القاري والعالمي مشيرة إلى أنها بدورها أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وأطلعته منذ أربعة أيام على الأوضاع وما أصفر عنه الوضع الآن بعد الاجتماعات وقالت طلبنا من مجلس الأمن أن يكون على اطلاع بهذا الأمر وأن يراقب بكثب هذا التطور مع إصرار إثيوبيا على تهديد أمن المواطنين السودانيين وتهديد حياة أكثر من 20 مليون سوداني مهددين بسبب الإجراءات الإثيوبية وقالت أيضا نجدد الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة وأضافت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في تصريحاتها قالت إننا ماضون إلى دعوة الدول الثلاث ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرجا من هذه الأزمة التي تصر إثيوبيا لأسباب داخلية ولمشاكلها السياسية الداخلية لمحاولة زعزعة الأمن لجارتها السودان خاصة لصرف الأنظار لما تعانيه من مشاكل وسط اقتباط سياسية وأضافت لدينا قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة وخاصة عبدالله حمدوق ورئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس الوزراء المصري لأن يجدوا مخرجا عبر التواصل المباشر بينهم وقالت نعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبي الذي نال جائزة من السلام نتوقع منه قدر من الوعي والانتباه لأهمية السلام في بلدته والقارة والعالم وأن يتصرف لمسئولية رجل الدولة ولما تمليه عليه هذه الجائزة جائزة السلام وتابعت وزيرة الخارجية خلال لقائها عبر سكايب لفضائية سكاينيوز عربية قالت ماضون في جولة دبلوماسية في إفريقيا ودول العالم المهمة وذلك لإطلاعهم على التطورات الخطيرة حيث الملء الثاني محدد له موعد الخريف ونحن في سباق مع الزمن كما ذكرت وزيرة الخارجية السودانية أن المأمولة من إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولي والالتزام بموجب توقيعها في إعلان المبادئ في 2015 وكذلك أسس حسن الجوار وتابعت الحوار ينتهي بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء لأننا ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها وهي إعلان المبادئ في 2015 والذي يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء وإذا انتهى التفاوض أمامنا مفتوحة كل المجالات السياسية والديبلوماسية ولكن إثيوبيا تسير في ضرب خطير ونحن في السودان عزمونا على السلام ولن يتم السماح للمشاكل الداخلية الإثيوبية أن تجر السودان أو المنطقة لهذه المغامرات الحمقاء حسب تعبيرها ومن ناحية أخرى تابعت وزيرة الخارجية السودانية وقالت هذه الحدود حدود السودان المعلومة والموثقة منذ عام 1902 وتأكدت في 1972 وترسمت في 1973 ولن نقبل انتهاك سنتيمتر واحد من السودان وهذه أراضي سودانية والجيش السوداني قائم بواجبه وراعي أن تكون بلا قطرة دماء والوضع على ما هو عليه والجيش السوداني منفتح في أراضيه وقائم على حماية حدوده وقالت أيضا نعمل على حل جميع القضايا من جذورها في ولاية غرب درفور هذه كانت آخر التصريحات الخاصة بوزيرة الخارجية السودانية السيدة مريم الصادق المهدي الخاصة بتطورات قضية سد النهضة فرصة الحوار الأخيرة هي في الحوار بين رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس الوزراء السوداني وأيضا رئيس الوزراء المصري وسنتابع مع حضرتكم كل التطورات لحظة بلحظة كل التطورات الخاصة بقضية سد النهضة نشكركم شكرا جزيلا كل متابعي تليفزيون يوم السابع على متابعتكم لنا في هذه التعطية وإلى اللقاء